هعمل معاكم النهاردة احلى سمنة بلدي فلاحي هتعملها في البيت هقولك على كل اسرارها وهتعملها بحاجة بسيطة جدا وهتعمل الكمية معقولة وطبعا ضمناها عاملها بايديكي مفيش فيها اي ماش راحتها جايبها الاخر الشارع بتجد راحتها وطعمها حلو قوي وده شكلها بعد ما بردت مرملة خالص وكمان الطعم يجنن طبعا انت هتستخدمي السمنة دي في الطفخ بس يعني في الاكل تحطي على محش يتقلي بها اي حاجة انما اه في الحلويات ما ينفعش تعملي بها الحلويات واقولك ليه دلوقتي يلا بينا نشوف عملناها ازاي ونقول كل اسرارها ونبدأ مع بعض الفيديو لو عندك كمية من الدهون زي دي كده تكون انت مسلا محوشاها او شرياها من الجزار بالكيلو هتكون انفرزها في الفريزر او مسلا هتجيبيها طازة وتعمليها زي ما عاملها دلوقتي ليها طريقتين في التقطيع اتقطعيها قطع صغيرة خالص مكعبات صغيرة اوي زي ما انتم شايفين بالشكل ده او ممكن لو انت عاوزة تنجز جده الوقت ممكن تقطعيها يعني تفرميها في الكبة او آآ تبشريها بالمبشرة انا عملت الطريقتين قدامكم علشان تشوفوهم بتتعمل ازاي زي ما انتم شايفين تقطيعها سهل جدا وآآ لو انت بقى مفرزها في الفريزر هتطلعيها وتبشريها بالمبشرة هيبقى سهل جدا برضو انك تبشريها زي ما انتم شايفها بالشكل ده انا عملتها في الكبة بالطريقة دي تمام هروح بقى في حل على النار احطها واعلي النار عليها لحد ما تسيح كلها اول ما هي كمية تدوب انتسيح وتدوب بالشكل انتم شايفينه ده هبدأ بقى اهدي النار خالص علشان ما تتحرقش منك وتحاولي بقى وانت بتقليبيها كده واول ما تسيح هتلاقي فيها القطع كده ما ساحتش اللي هي القطع السمينة اللي زي دي هتبدأي تشيليها وتستغني عنها خالص وتخليها على جاب وهتبدأي كل شوية تقليبيها طبعا مش هتقف جنبها ولا هتعطلي نفسك انتي هتبقى بتعمليها وتقف في المطبخ كده بتعملي الاكل اه مثلا بتجهز اي حاجة تبقى جنبك وتبقى سهل ان انتي تقليبيها كل شوية بعد ما الدون تسيح بالشكل ده هتبدأي تضيفي كباية ونص من الحليب هتبدأي الحليب ده اللي هو اللبن هنبدأ بقى ان احنا نقلبه معها بالشكل ده وكل ده على نار هادية جدا خلي بالك عشان ما يفرش معاك اول ما تحطي اللبن هتزاودي نص معلقة من الملح وطبعا هتحطي رشة بسيطة خالص من الكركم وده اختياري لو مش حابة تمام انا بحطها بس عشان تدي لون وكمان هتضيفي ورقتين من اللورة وتبدأي برضو تقليبي علشان المورتة اللي تحت دي او الدون اللي تحت دي ما اه يعني ما تتحرقش منك وتمرر ويبقى طعمها مش حالو تمام كل شوية تقليبي كده بالمعلقة وهي على نار هادية زي ما قلتلك واول بقى ما اللبن اه يعني يروح خالص كده في السمنة ويتبقى لنا بالشكل ده هنبدأ نضيف كوباية من الزيت النباتي ده زيت يا جماعة يعني نباتي يستحسن يكون كويس بلاش زيت التمويل علشان هيفرق معاك في الريحة والطعم وهتبدأ يتقلبي برضو لما اللون هيبقى دهبي بالشكل اللي انت شايفه ده هو ده السمنة او اللون المزبوط اللي انا عاوزه كده تمام خلصت معايا هبدأ بقى ان انا اه اطفع لي النار وهسيبها بقى تبرد شوية اه زي ما تشايفين دي المرتب تاعتها لون هدهبي حلوة اوي كده اللون هسيبها بقى تبرد واروح بقى احطها في البرتمونات طبعا هصفيها وابدأ ان انا اصبها بالشكل ده هتامن معايا كمية معقولة هتبقى طبعا عندي في المطبخ لأي طبخة بتعمليها بتديها طعم وريحة حلوة جدا رحت السمنة البلدي الترميلة بتاعتها وطعمها كمان حلوة اوي اوي وطبعا عملها في البيت بيديك ضمها مفيش فيها اي غش يعني انا يعني مش عاوزة اقول لكم كل الحاجات اللي هي بتقابلنا واحنا بنشتري السمنة البلدي انت هتتغضى عنها لما تعملي الطريقة دي عندك في البيت وزي ما قلتلك السمنة دي للطبخ بس يعني طبخ بيها اي نوع طبخة بتدي لها طعم وريحة تانية خالص مش للحلويات تمام آآ وده شكلها بعد ما بردت حطتها يعني في التلاجة شوية كده علشان زي ما انتم شايفين الجو حر فهتمسك معايا بصعوبة اوي آآ الترميلة زي ما انتم شايفين حلوة اوي مش قادر اقول لكم رحتها تجنن رحت السمنة البلدي خالص وكمان طعمها حلوة اوي اوي هتضيف طعم وريحة حلوة اوي لاي اكل هتعمليها وبكده بقى خلصنا الفيديو بتاعي النهاردة آآ بكل اسراره وتفاصيله اتمنى يكونوا عجبكم اتمنى كمان تكونوا استفدتم منه ويا ريت بقى كل اللي يجرب الوصفة يجي بقى هنا على الفيديو في الكومنتيات يقول لي رأيه فيها ايه اتمنى كمان ما تنسوش اللايك والمتابعة وكل سنة وانتم طيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر